أنا يمكن مسألة أن أنا أبقى بمثل مصر واسمع السلام الجمهوري بتاعي وهو بيتعزف وحاجات زي كده ده إحساس بالتأكيد عظيم بسألين بيبقى سؤالي معقولة مصر فيها عدد قليل جدا من المواهب الرياضية وعدد قليل جدا من الناس اللي ممكن تبقى أبطال ولا مصر فيها عدد أكبر من كده بكتير بس مش مكتشف الجابة التانية إحنا فعلا عندنا عدد كبير جدا من المواهب الرياضية في جميعا حق مصر سعيد مصر بالذات في مواهب كتير قوي غير مكتشفة أنا يعني قبل ما أجيلك يوسف أنا كنت معه معالي وزير الشباب الدكتور أشف صبحي النهاردة كان عندي تكريم في الوزارة ومعالي وزير الشباب النهاردة فجئني أنه قال لي تعالى إحضر معايا في اللجنة العلمية عندنا زي ندوة بنشوف فيها إزاي نجيب مدليات أكتر في باريس مع أن توكيو لسه ما خلصتش لسه في رقل البراليمبي شغال ولكن هو من دلوقتي بيحاول يجاهز لباريس ودي حاجات طبعا إحنا ما كناش قبل كده بنبقى بالسرعة دي فلقيت دكتور أشرف قال لي هات كرسي قعدت جنبه وقعدت بتكلم مع ناس هما أكثر مني أكبر مني سنا أكبر مني علما ولكن هما عايشين يسمعوا التجربة بتاعتي العملية اللي أنا خطتها في تنس الطاولة عشان يبتدوا أن هما يجربوها على رياضات تانية ومواهب تانية من أكتر حاجات اللي عجبتني النهاردة المشروع القومي للمواهب النفس اللي حاجاتك بتقوله بالزبط أنه هو عايز يكتشف مواهب أكبر فيكبر القاعدة بتاعة ممارسة الألعاب بالرياضة بشكل عام تنس الطاولة بشكل خاص وعايز يطلع منهم أبطال كتير نهاردة عندنا الصين لما يبقى عند الصين مليون لعب بين هاوي ومحترف فيطلع منهم فريق يجيب دهب تلاتة واربع عايبة مليون لعب تنس طاولة بس بس أما البلد برضو فيها مليار وسبعمائة مليون بقى طبيعي بقى فيها مليون راحب لعب تنس طاولة ولكن مصر برضو هي بلد كبيرة تعدالا وبلد كبيرة قيمتا فعشان كده إن شاء الله أنا شايف إن 2000-3000 لاعب ده رقم متواضع بالنسبة لمصر فإحنا إن شاء الله بنستهدف كوزارة إن وزير الشباب النهاردة قال إحنا عايزين يبقى عندنا على الأقل خالص يعني 50 ألف 50 ألف لاعب بين هاوي وبين محترف ولما إحنا نحط الدوق على اللاعبين المحترفين بحيث إن اللاعبة بعد كده تمتهن اللاعبة ده هيكون بالنسبة لهم حاجة ملهمة جدا إن اللاعبين الهاويين يقول لك لأ أنا عايز أكون رياضي طيب بقى لعب محترف بقى لزبط دي عندنا نقص كبير قوي فيها طيب